لمرة جديدة مقاتل أنصار التوحيد بغرفة عمليات الفتح المبين يغيرون اليوم على مواقع النظام النجرين في معرفة موخس جنوب إدلب مؤكدين وقوع قتلى وجرح في صفوف عناصر عصابات الأسد استشدى ظهر اليوم مدني جراء قصف صاروخيا لميليشيات الأسد على بلدة البارة بجبل الزاوية تزامن ذلك مع قصف مكثف بقذائف المدفعية والصواريخ على بلدات كنصفرة وكفرا ويد والفطيرة بريف إدلب الجنوبي أفاد تجمع أحرار حوران جنوب سوريا بمقتل ضابط لعصابات الأسد وعصابة عدد آخر جراء استهدافهم بعبوة ناسفة قرب ساحة بصر الحرير بمدينة درعة وفي سياق آخر قتل اليوم شاب مجهول الهوية برصاص مجهول نافر في دير الزور الغربي دعا ناشطنا من مدينة السويداء اليوم لاعتصام عند الساعة الثانية عشر ظهرا وحددوا ضريحة سلطان الأطرش في بلدة القرية مكانا للتجمع بهدف توسيع نطاق الحراك الاحتجاجي في المحافظة المندد بالتدهور وضع البلاد والمطالب بالتغيير السياسي مسيارة تركية تستارف سيارة تابعة لعصابات قسد على طريق القحطانية شرق مدينة القامشلي دون معرفة تفاصيل إضافية وفي سياق منفصل أعلن الأمن التركي العثور على طفلة سورية المختطفة حال حسو إضافة لاعتقال الخاطف بولاية شارل أورفا في الداخل التركي قالت الشرطة الأوكرانية أن 16 شخصا قتلوا بينهم أطفال بحادثة تحطم مرغوحية بالقرب من عاصمة البلاد فيما كشف حاكم كييف عن مقتل وزير الداخلية بالإضافة لمسؤولين كبار جراء تحطم الطائرة المذكورة وأخيرا قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء واصلون دعم الشعب السوري مشددا على اللآت الثلاثة وهي لا للتطبيع ولا لإعادة الإعمار ولا لرفع العقوبات قبل الوصول لحل سياسيا في سوريا